اشتركوا في القناة الايمان وعمارة الارض لكن الناس لأول مرة تشوف هذه القناة اتمنع لان تضغط على زر الشراك ثم تفعل جرس باش تبقى توصل بكل جديد تنحط على القناة اذا غدين نطلق من الفرص نعرفكم على المحاور اللي غدين نتناولوا ان شاء الله في هذا الدرس هذا اذا عدنا نصوص الانطلاق عدنا اولا مبدأ لاستخلاف اساس عمارة الارض عدنا الف مفهوم لاستخلاف وعمارة الارض عدنا باع مبدأ لاستخلاف اساس عمارة الارض ثانيا عدنا النهي عن الافساد في الارض وثالثا واخيرا واجب المؤمن عمارة الارض واصلاحها اذا غدين نطلقوا مباشرة من النصوص الانطلاق فقط تعني للاشارة ان شاء الله الى اكتفيت فقط تعني هذا الدرس اللي اعتدتكم دابا فهو درس كافي وشافي ويحترم انتوجهات الوزارة والاطار المرجعي اذا اولا قال الله تعالى بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم والى ثامود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب سورة هود الاية واحد وايضا قال الله تعالى بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين سورة القصص الاية 77 وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قامت الساعة وفي يد احدكم مفسيلة فان استطاع ان لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها اخرجه الامام احمد في مسنده وقال ايضا عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فتأكل منه دابة او طير او انسان الا كان له صدق اخرجه الامام البخاري في صحيحه اذا هناك مجموعة من الكلمات تحتاج الى الشرح سأشرح بعض منها انشأكم اي خالقكم واستعماركم اي جعلكم عمارا فيها تعمرونها بالسكن والاقامة فيها وابتغي واطلب فسيلة اي نخلة صغيرة سنتقل مباشرة الى مبدأ الاستخلاف اساس عمارة الارض سنتقل الى الف مفهوم الاستخلاف وعمارة الارض مفهوم الاستخلاف لغة التهاقب استلاحا انابة الانسان وتوكيله عن الله عز وجل في الارض لعمارتها وتحقيق مراده فيها اصلاحا وصلاحا اي انه غادي اصلاح ويتصلح في نفس الوقت مفهوم عمارة الارض استنقضوا بعمارة الارض تعمير الارض بالعمل الصالح المادي والمعنوي للانتفاع بخيراتها المسخرة للانسان بلا افساد ولتحقيق الحياة طيبة ونيل مرضات الله تعالى اذا هذا ما يقصده بمفهوم عمارة الارض فقط يعني معا نكتفيش بعد الاحيان الشرح لانها مسائل واضحة وبينها يعني لا تحتاج الى الشرح فقط يعني تحتاج الى الحفل با مبدأ الاستخلاف اساس عمارة الارض حينما يعلم الانسان انه موكل من الله في الارض وانه يتصرف فيها بمقتضى امره وعاده الذي اخذه عليه وحينما يعلم ايضا انه مستخلف من الله في هذه الارض اي جعله خليفته في هذه الارض وان هناك تشريعات ربانية تضبط تصرفاته مع الطبيعة فان المسلم يجهد في الحفاظ على هذه الامانة التي اوكله الله بها بالعمارة والاصلاح والبناء والنفع باش بالعمارة والاصلاح والبناء والنفع ويحاول جاهدا ان يمنع الفساد والدمار والتخريب الذي قد يلحق العناصر المكونة للارض فيكون بذلك قد نفع البشر بتصرفاته وحقق العبودية بامتثاله اذا الانسان خلق ونابى عن الله سبحانه وتعالى في هذه الارض من اجل ان يصلح فيها وان يبني وان ينفع الامة الاسلامية ومعاد هذه الاشياء فهو غير صحيح وخاطئ ثانيا النهي عن الافساد في الارض لقد امر الاسلام بالاحسان الى مكونات الارض وعناصر طبيعة وانهى عن الافساد فيها قال الله تعالى وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين وقال ايضا ولا تفسد في الارض بعد اصلاحها اذا جميع الايات التي رأيناها فهي تدعو الى عدم الافساد في الارض واعتبر عمارة الارض امرا ربانيا يترتب عليه الثواب وان الفساد شر وبلاء يترتب عليه الدمار والخراب والتخلف والمفسد في الارض عاص لله بفعله يوشك ان ينزل عليه عقوبة من السماء ومن صورة الافساد في الارض ايضا الاعتداء على الاغراض والارواح وتلويث البيئة يا للأسف حقيقة هذه المسائل يعني اصبحت تغزو مجتمعنا وعالمنا بصفة عامة وتخريب عناصرها النباتية والحيوانية واكل اموال الناس بالباطل وتضييع حقوق الاخرين ومحاربة الفضيلة ونشر الرذيلة وتدمير العمران وافساد الممتلكات العامة ثالثا واجب المؤمن عمارة الارض واصلاحها بما ان عمارة الارض واصلاحها امانة احملها الله تعالى للمسلم ويعلم ان ربه قد امره بالمحافظة عليها وعدم تضيعها فان الايمان لا يتحقق مع التخريب والتدمير والتفجير والاستغلال البشع للثروات بل يتحقق مع الاصلاح والبناء والتعمير واظهار الجمال الذي اودعه الله في الطبيعة وابراز عظمته من خلال مخلوقاته فيتعلق الخلق بالله تعالى محبة وطاعة وتنفيذ لأوامره فتصلح الارض ويستفيد الانسان من خيراتها ومنافعها لان ما الهدف من استعمار الانسان للارض وان يصلح فيها ليستفيد منها اخوه الانسان خيراتها ومنافعها ولذلك كان المسلم مأمورا بالاصلاح لا بالافساد والبناء لا بالهدم ويحب عناصر الارض ورحمتها لا باستغلالها وبتجميلها لا بتخريبها حتى يمكن الله عز وجل لنا منها ويسخرها لنا مصداقا لقوله واذ تأدن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد إذن وبهذا سأكون قد يعني أنهيت هذا الدرس وكما يعني سبق وعن عشرت فقط إلى اكتفيت يعني بهذا العناصر وهذا المحاور اللي أنا أعطيتكم الآن وحفظتها يعني كما هي فهي كافية وشافية إن شاء الله باش تستعدوا الامتحان الجيوي ديلكم وإن شاء الله غادي نبدأ يعني نشتغل معكم آآ على واحد مجموعة من نماذيج ديلك الامتحانات وفقط يعني آآ كما قلت لكم آآ غانبني إلى هاد التلخيص اللي أعطيتكم أنا يا وطبعا غادي نوريكم حتى الإجابة العناصر الإجابة اللي كتجي يعني مع هادوك الامتحانات فقط يعني باش تأكدوا بأن هاد شي اللي كنقول لكم دابا ولي قلت لكم بأنه إليك تفيتيو به بأنه كافي وشافي يعني على هذه المسألة دي وإلا كان عندكم شي تساؤل خليوا لي في التعليق وإلا كان عندكم شي غموض في شي درس فأيضا خليوا لي في التعليق إن شاء الله غادي نخص له حلقة خاصة به أضرب لكم معيدا إلى الحلقة القديمة إن شاء الله